ليزي جراندي منسقة للشؤون الإنسانية في اليمن بسبب الوضع الإنساني الجارثي في البلد يعتبر هذا المنصب الأكثر أهمية على مستوى علاقة الأمم المتحدة بالواقع الإنساني في اليمن تزيد من أهميته تلك الآثار السياسية المنعكسة عليه فجيمي ماكو غولدريك التي تعتبر جراندي في مهمتها هذه خلفا له سبق واتهمته الحكومة اليمنية بالإنحياز لميليشيا الحوثي بسبب تغاضيه عن جرائمها وعدم إدانتها ووصف تقاريره بغير المهنية والهادفة لتضليل الرأي العام ما دفعها للمطالبة بتغييره غادر ماكو غولدريك اليمن أواخر يناير الماضي بعد انتهاء فترة عمله لكن المخاوف من تكرار تجربته يبدو أنها لم تغادر بعد وهذا ما ظهر في مطالب الحكومة خلال اجتماعات جراندي برئيس الجمهورية ووزير الخارجية بالرياض فبحسب وكالة سبق الرسمية دعا المخلاف الأمم المتحدة إلى ممارسة الضغوط على الحوثيين لإيجاد آلية لجمع الموارد وصرف رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتها ومزيد من التنسيق بين الحكومة والأمم المتحدة ووضع آليات شفافة وواضحة لتوزيع المساعدات واتخاذ مواقف حاسمة وصارمة لإنهاء انتهاكات الحوثيين لأعمال الإغاثة بعد يوم من لقاءاتها بالرياض وصلت جراندي صنعاء في أول زيارة لها قالت فيها عقب وصولها مطار صنعاء ما ردده من قبلها أن المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة تحتاج قرابة ثلاثة مليارات دولار للاستجابة الإنسانية في اليمن وأضافت أن من أولويات العمل الإنساني في اليمن مكافحة وباء الكوليرا والنعدام الأمن الغذائي فهل تحمل جراندي لليمن جديدا؟ هذا ما سيحكيه الواقع الإنساني مستقبلا